السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا بتشوفوني النهاردة لو اول مرة تشوفوا قناتي انا حنان ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة الارنبيط باللحمة المفهومة بطريقة سهلة وطعمها جميل ولذيذ ان شاء الله يعجبكم الفيديو وهنبدأ دلوقتي تشوف المكونات مع بعض عندي ارنبيطة هي كبيرة انا مش عاملها كلها غسلتها كويس ولو لقينا فيها نقطة صودة او اي حاجة نخسلها كويس جدا بالفرشة هقطعها دلوقتي زهرات كده صغيرة لو حابين تقطعوها زهرات صغيرة اوي زي ما انتوا حابين عندي بصلة عشان هعزك اللحمة هعزك اللحمة المفهومة قطعطها كده البصلة كويس وحضرت الماء المغلية على النار عشان احط فيها الارنبيط احلى حاجة في الاكلة دي انها سهلة وسريعة وكمان مفيدة قلبت كده البصلة عمناها شوحة وحط عليها اللحمة الاعنبيط كده اول ما حس ان السكينة بتدخل فيه بدأ يستوي هشيله من الماء المغلية واللحمة المفهومة كده اللون هتغير هبدأ دلوقتي اعصر الطماطم اعصر طعف الخلاط وهحطها على اللحمة الارنبيط كده خلاص استوي هتلعه بقى في المصفة ما عليش هو البخار شوية عمل على الكاميرا فخلى السورة مش واضحة هحضر التدبيلة اللي هحط فيها الارنبيط عندي ثلاث فصوصتهم كبار بشرتهم او دوقهم عادي عليهم معلقة ملح وكمون وبطين عليهم ملح وفلفل صغيرين هحطهم عليهم وعندي كوسبار وبقدونس اسقصتهم كده بالمقصة هحطهم على التدبيلة ومعلقتين دقيق كبار التدبيلة دي بتدي طعم وريح الارنبيط حلو جدا هقلبهم كويس مع بعض ولو لقيت التدبيلة تخينة هزودها مية انتو ممكن تخلوا الارنبيط في التدبيلة دي ساعة ساعتين كل ما خلتوه اكتر كل ما خد الليحة والطعم بتاعها احسن نزلت الارنبيط فيها كده لو عجبكم الفيديو النهاردة ان شاء الله عملوا لايك ولو لسه محدش اشترك في القناة اشتركوا كده الارنبيط خلاص في التدبيلة تمام هقليه الارنبيط الباقي بقى هشيله فعل بقى هحطه في التلاجة احسن حاجة ان هو عيتشال مسلوق كده كل حاجة جاهزة عندي خلاص هبدأ اطبقه في الصينية هرصه كده في الصينية كويس احلى حاجة في الصينية دي ان هي ممكن تتاكل سخنة تتاكل بردة يعني مش ضروري كل ما نكون عايزين ناكل منها نسخنها وبرضو اللي الجميل فيها ان هي ممكن تتاكل بعيش او من غير عيش حسب ما انتو حبين انا رصيت كده الارنبيط كويس في الصينية هحط عليه اللحم المفهومة بالدمعة الصينية دي مناسبة جدا للوقت ده اللي هو وقت الشتاء حلوة جميلة ومشبعة وفي نفس الوقت مفيدة هحطها في الفرن عشان وشاها يتحمر خلاص وشاها تحمر كده هقدمها في الطبق انا عن نفسي انا هاكلها كده من غير عيش بالشوكة او بالمعلقة اعملت معها عصير جوافة وهيتلاكل معها فلفل واي خضار انتو عايدين تاكلوا معها انا بحسها بتليق قوي مع الجرجير هدقها دلوقتي بصوا الارنبيط مستوي حلو ازاي مع اللحمة والدمعة بجد طعم مجرد جدا اتمنى منكم ان شاء الله تجربوها وشكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته